اهلا بكم في فيديو جديد الايوالسكستين هينزل امتى? وليه ناس نزل لها وناس منزلهاش? وكل ما له علاقة بالسوفتوير الجديد بتاع عبل هنعرفه النهاردة. تنساش تعمل لايك للفيديو. متنساش تعمل سبسكرايب للشانل وهتلاقه كمان في الانستجرام لو عندك اي اسئلة. الخلفية بتاعة الايفون فورتين للناس كتير او طلبتها. نزلتها على الصفحة بتاعة الفيسبوك وهسيب لك اللينك بتاعها في اول بتنساش تكتبلي في الكومنتات ايه رأيك في الايفون فورتين والديناميك ايلاند او النوتش الجديدة بتاعة اجهزة البرو. خلانا ندخل في الفيديو على طول. بركز معايا جدا. عندنا سوفتوير اسم ايوالسكستين. قبل قالت انه هينزل بشكل رسمي لكل المستخدمين من اول الايفون ايت لغاية الفورتين برو ماكس. امتى? يوم اتناشر سبتمبر. الشهر اللي احنا فيه ده. ليه في ناس نزل لها? لانه في نسخة بتنزل للمطورين. والنسخة ديت نزلتلي انا شخصيا على الموبايل ده. اللي هي الارسي او ريليز كانل. النسخة ديت تقريبا زي النسخة الرسمية اللي هتنزل يوم اتناشر. طيب تحملها ولا تستنى اللي هتنزل بشكل رسمي. الكرار ده هيرجع لك انت. يعني دي ات حاجة انا على الموبايل ده هات محملها. وعلى الموبايل ده هات مش محملها. فاحنا هنحملها مع بعض دلوقتي عشان لو انت عندك فضول. وايه هتبقى زي النسخة الرسمية بالزبط. في فيديو طبعا هيكون عن المميزات بس انا قلت اوضح القصة بتاعت السوفتوير كله. هينزلك امتى? وبعد كده ممكن نتكلم عن المميزات. اللينك له هتفتحه. اللينك ده هوت بيخليك مطور او جوه الايكو سيستم بتاع ابل. لما بتفتحه هو بيقول لك اللي هو يجي لك السوفتوير قبل ما ينزل بشكل رسمي لعمة المستخدمين. هتنزل وتقول له بعد كده هتقول له بعد كده هتلاقي كلمة اسمها هتقول له هتقول له هتروح جاي قافل ده وفتح فوق خالص هتلاقي كلمة زهرت. زهرة ايه? دوس عليها. لو انا قلت له اللي فوق ديت كده تنزل نسخة او انا مش اعمل كده لان انا وردي عندي على موبايل تاني النسخة ديت. شرح بسيط وسهل. لو انت مستعجل. مش مستعجل استنى يوم اتناشر. تنساش تقول له رأيك فيه وما تنسوش تتفرجوا على فيديو هسيبهه لكم برضو فيه الكممنتات ولو فتحت هتلاقيه. يعني الفترة الجاية يكون في فيديوهات كتير او مهمة ولو انت معك ايفون او مهتم بقبل متنساش تعمل اشتركوا في القناة. مش اشتركوا في القناة.